كابتن أحمد المباراة النهاردة على مستوى النتيجة كانت مصيرة جداً اتنين اتنين لكن على مستوى أداء الفريقين كان رأيك فيها ايه؟ يعني طبعاً قلينا نبدأ أن زي ما انت قلت يا كريم المباراة كان على مستوى النتيجة فيها إصارة ولكن على المستوى الفني كانت قليلة جداً جداً بسيسناء عشرين خمسة وعشرين دقيقة في آخر المباراة اللي حاسينا بهم أن في كورة والملعب مفتوح وفي هجمة هنا وفي هجمة هنا وفيه كور بتقدر تنتهي على المرمى سواء الزمالك أو الأهلي وتشدين فيهم ولكن برضو خلينا نقول للمباراة لازم نقسمها المصين نص الشوت الأولاني والشوت الثاني بأحداثهم لأنهم أحداث مختلفة للفرقتين كمان يمكن الشوت الأولاني النادي الأهلي واضح أن عنده فلسفة في بداية المباراة وطريقة لعب معينة وطريقة تاكتك معينة وكذلك الزمالك في النواحي الدفاعية فقط الأهلي يبدأ بأربعة اتنين تلاتة واحد بيضغط على فريق الزمالك بيمنعه أن يطلع بالكورة وكان له مقارات الزمالك ما كانتش قادر يطلع بالكورة طول الخمسة واربعين دقيقة الأهلي كان هادف استحوازه هادف تحضيره بيتدرج بالكورة علشان يطلع بيها وفي الآخر يلعب الكورة طويلة سواء خلف السردبكات أو خلف الزهير الأيمن علشان واضح أن هم متمرنين على حاجة وعارفين أن زبالك عنده قصور في الحتة دي وكان ليهم مقارات يعني يمكن في بعض الكورات كتيرة جدا لو شفناها على الشاشة هنلاقي النادي الأهلي بيحضر ثلاث أربع كور وبالين يلعب كورة طويلة خلف السردبكين أو خلف الزهير الأيمن يمكن النادي الأهلي من خطأ من محمد عبدالغاني قدر يحرز هدف ولكن دلنا جماعة الكنامة الكابت نحمد بيجوري ده الكورات الطولية اللي كان بيعملها النادي الأهلي نعم النادي الأهلي كان بيحضر ويعمل كورات طولية سواء ناحية اليمين عبدالنمار أو خلف محمد عبدالغاني ممكن جي الهدف الأولاني من خطأ من محمد عبدالغاني في التمركز وترجيع الكرة استغلوا محمد شريف بشكل رائع ولكن النادل أهلي هيا فهي قدتوا لي يا الحديد ها تعديدا يعني النادل أهلي ما كانش بيدخل نص ملعب نازل زمالك كتير بيحضر من وراء ويلعب الكرات الطويلة ده أثر مع النادل أهلي بعد الهدف بشكل كبير لأنه حافظ على نفس الاستراتيجية النادل زمالك النازل اللي شهد الأولاني مغلوب يعني فرقة نازلة مغلوبة من النادل أهلي خايفة من النادل أهلي توطر وعلاء زيادة ممكن ده سبقه طبعا أنا بروح لكابتن جمالي النقص العادي أكيد يعني أنا هسيب كابتن جمالي يتكلم عن نازل زمالك أكتر عنده ناشئين كتير كان خايف النادل أهلي وعمل حساب كبير جدا 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 نادل أهلي وخبرات النادل أهلي كان عنده أريحية أعتقد أنه كمان بعد الهدف كان منطمن ولكن كان لازم فيه ضغط أكتر من كده بعد الهدف الأولاني لاستغلال حالة نادي زمالك صح ولكن أنا بعد الهدف نادل أهلي برضو مصر حتى لو قطع الكرة بيبدأ يرجع للسردباكين والسردباكين اللي جعلوا للشناوي عشان يبدأ يتدرج تدرج طبيعي بالكورة وأنا جاي بهدف وشايف حالة الفرال قدامي كده لازم أكمل هجم من قدام يعني لو قطعت الكرة من قدام أهاجم من وقت ما أنا قطعت الكرة مش لازم أرجعها لورة ثاني وأبدأ الهجمة اللي شكلها حلو صح في التوقيت ده محتاجي أن أنا أهاجم من الحطة اللي أنا قطعت منها الكرة هو ده اللي أثر مع نادل أهلي الشوط الأول عدم استغلال وحالة نزمالك عدم تطوير الهجمة من منطقة قطع الكرة واستغلال الحالة المعنوية والفنية والتراجع لناس الزمالك والفرص اللي قطعت نادل أهلي الشوط الأولاني كانت كفيلة نادل أهلي ينزل لشوط التاني بقى ريحية أكتر من كده ولكن حالة نادل أهلي شوط التاني هي اللي خلت نادل زمالك يدخل في المورا لأن الشوط التاني ممكن نتكلف فيه بقى بعد كده